رحبا بالخيرات تهدينا أذي وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهتين يا الله ما تصلي يا بخير صلى الله عليه وسلم شايف البشرة دي بشرة كبيرة أوي من عال عال يعني ربا واعتنى من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين من عال جاريتين حتى تبلغ كنت النبي يقول كذا كنت أنا وهو في الجنة كهتين كهتين وأشار بالسبابة والوسطى يا للأجر ويا للفضل الله 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 طيب صحيح البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم حين دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة ومعها ابنتان لها فسألتها الصدقة فأعطتها أم المؤمنين تمرة لم تجد عندها إلا تمرة واحدة يا الله يا رب استرنا يا رب بيت من بيوت النبي فيه تمرة واحدة أصحاب المليارات والناس مش لها يتاكل أصحاب مئات الملايين والناس مش لها يتاكل بيت سيدنا النبي فيه تمرة بيت عائشة فيه تمرة بس تمرة واحدة يا رب استرنا ولا تفضحنا تقول فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها كمان آه أيوة حتى التمر ده تمرة واحدة ولو أعطت السائلة الأم أم فقسمت الأم التمرت بين ابنتيها هذه نصف تمرة وهذه نصف تمرة وممكن نصف تمرة يدخلك الجنة وينجك من النار كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم وفيه فتقوا النار ولو بشق تمرة على بنصف تمرة فقسمت الأم التمرت بين ابنتيها وخرجت فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة فأخبرته بما كان يعني من أمر المرأة مع ابنتيها فقال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سطرا من النار وفي رواية من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار تب الله عليك يا أخت الكريمة عاوزة أكثر من كذا والوالد الكريم عاوز أكثر من كذا من ابتلي 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 ابليه النبي قال ابتلي ما هو قال ابتلي ما قالش بولية ابتلي اختبر ابتلاء اختبار هو ابتلاء اختبار وامتحان من ابتلي فضلا حتى لو قال بولية من البلاء فكان كثير من الناس في هذا الوقت يعتبرون البنات بلاء ألم تقرأ معي قول الله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كانوا يعتبرون البنت بلاء بل ويقتلونها حية قشة الفقر والعار فجاء النبي المختار ليرفع قدر المرأة وكرامة المرأة بنتا صغيرة وزوجة وأما من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سطرا من النار يا سلام على البشرى الجميلة دي فليحل لرجل أن يظلم ابنته بأخذ ميراثها وتوزيع على أولاد من الذكور بدعوى أن البنت ستذهب إلى بيت زوجها وبدعوى أن الولد هو الذي يكنح ويتعوى مع أبيه ويحرم كثير من الآباء البنات في المراث وهذا ظلم بشع وبين إذا قسم والد من الآباء المال بين أولاده بغير شرع الله يعني بهواه بكيفه بمزاجه الولد دا لنت تاخد مئة ألف والولد التاني دا لأ أنت مئتين ألف عشان أنت ولد طول عمرك بار والبنت دي لا ما تاخدش ولا جنيه لأنها ما عندهاش بر بمها والبنت دي ما تاخدش لأن زوجها غني لا لا هذا باطل هذا باطل وهذا تألي على الله عز وجل وتجاوز لحد الله في الميراث لا يجوز لأي مسلم يتق الله أن يفعل هذا فإذا مات هذا الوالد وقد قسم الترك بهذا الصورة الباطلة الظالمة يجب على الأولاد بعد موت والدهم إن كانوا بارين به أن يعيدوا قسمة التركة لأن التقسيم الأول تقسيم باطل وتقسيم اللاجز شرعا فيجب على الأولاد أن يعيدوا تقسيم التركة مرة أخرى بحسب ما شرع ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين ترجمة نانسي قنقر